أنا أساعد أمي ذهبت رباب إلى دار صديقتها أنوار وذهب معها أخوها سمير قالت رباب أراك مشغولة يا أنوار ماذا تفعلين؟ قالت أنوار أنا أساعد أمي في أعمال البيت أغسل الصحون وأرتبها على المائدة وأغسل الفاكهة والخضر وأنشر الملابس على حبل الغسيل قالت رباب أنت مثلي يا أنوار أنا أنظف بيتنا وأرتب الفراش وإذا انشغلت أمي ألاعب إخوة الصغار قال سمير أنا أحضر ما تحتاج إليه أمي من السوق وأستقبل الضيوف وأساعد أبي في أعمال البيت قال تيسير أخو أنوار مازحا أنا آكل طبيخ أمي فضحك الجميع أنا أساعد أمي ذهبت رباب إلى دار صديقتها أنوار وذهب معها أخوها سمير قالت رباب أراك مشغولة يا أنوار ماذا تفعلين؟ قالت أنوار أنا أساعد أمي في أعمال البيت أغسل الصحون وأرتبها على المائدة وأغسل الفاكهة والخضر وأنشر الملابس على حبل الغسيل قالت رباب أنت مثلي يا أنوار أنا أنظف بيتنا وأرتب الفراش وإذا انشغلت أمي ألاعب إخوة الصغار قال سمير أنا أحضر ما تحتاج إليه أمي من السوق وأستقبل الضيوف وأساعد أبي في أعمال البيت قال تيسير أخو أنوار مازحا أنا آكل طبيخ أمي فضحك الجميع